تحت رعاية صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أنابا معاليه سعادة الفريق ركن ذياب بن سقر النعيم رئيس هيئة الأركان لافتتاح مدرسة القوة الخاصة الملكية وذلك تزامنا مع احتفالات قوة دفاع البحرين بالذكرى الثانية والخمسين على تأسيسها وقام سعادة رئيس هيئة الأركان بجولة في المدرسة الطلع خلالها على مختلف أقسام ومرافق وتجهيزات المدرسة وبهذه المناسبة قال سعادته إن هذه الوحدة من الوحدات الأساسية والمهمة بقوة دفاع البحرين مؤكدا أن الدعم اللامحدود من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين يعكس الاهتمام برفع مستويات التعليم والتدريب العسكري لدى منتسبيها في كافة أسلحتها ووحداتها من خلال تهيئة المعاهد والمدارس العسكرية القائمة على التخطيط المنظم والمدروس بعناية بجانب المناهج والمتطلبات التدريبية المرتكزة على أحدث الأسس والأساليب والعلوم العسكرية الحديثة وقد ألقى اللواء ركن عيسى محمد الرميحي قائد القوة الخاصة الملكية كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره لرعاية صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل افتتاح مدرسة القوة الخاصة الملكية وإنبته لسعادة رئيس هيئة الأركان لهذا الحفل مما يعكس الاهتمام الذي يليه المسؤولون بالقيادة العامة لكافة المعاهد والمدارس العسكرية بأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وفي ختام الحفل قام سعادة رئيس هيئة الأركان بتكريم قدام الضباط والمدربين بمدرسة القوة الخاصة الملكية بعدها قدمت لسعادة رئيس هيئة الأركان هدية تذكرية من قائد القوة الخاصة الملكية بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر